السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل معكم شرح بقية دروس الوحدة الثانية عشر من كتاب الإنجليزي للصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي الثالث وابل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم اللاب درسن اليوم والذي يتحدث عن المكون والمعنى والوظيفة وقبل أن نبدأ بشرح الدرس سأضع لكم أهداف هذا الدرس أهداف الدرس سنتعلم كيفية استخدام الجمل الشرطية مع عبارة F سنتعلم استخدام عبارة It's high time وIt's about time وتعني حان الوقت في العبارات الغير حقيقية نمبر ثري أيضا سنتعلم استخدامات As if أي وكأنه وAs though أيضا لأيضا الحالات الغير حقيقية نمبر فور أيضا سنتمرن على استخدامات العبارات العكسية بشكل صحيح سنبدأ بالقسم الأول من القاعدة والذي يتحدث عن conditional sentences with F clause أي الجمل الشرطية مع عبارة F imaginary situations for the past ستكون عبارة عن حالات خيالية في الماضي We use past hypothetical conditionals to talk about things that did not happen in the past إذن سنستخدم الحالات الافتراضية الماضية لنتحدث عن أشياء لم تحصل في الماضي They are often used to express regret or criticism هذه العبارات عادة ما تستخدم لتعبر عن الندم أو الانتقاد The past perfect is used in the F clause وسنستخدم زمن الماضي التام في عبارة F والماضي التام هو عبارة عن هاد والتصريف الثالث للفعل هنا لدينا مثال أي أنه إذا لم يقنع هاروارد صديقه بأن يمول البحث عن مقبرة توتانكامون فإنه أبدا لن يكتشف كنز الملك هنا نلاحظ أننا في عبارة F استخدمنا زمن الماضي التام جاءت هاد منفية وبعدها الفعل في التصريف الثالث والعبارة الثانية جاءت ود وتأتي بعدها هاف وبعدها أيضا الفعل في التصريف الثالث وبالاستعانة بعض الأستاذة انتصار جزاه الله كل خير نعطي أمثلة إضافية لتأكيد المعنى أولا قلنا أن أو الجمل الشرطية نستخدم بها عبارة F وهي تتحدث عن أشياء لم تحصل في الزمن الماضي وقلنا أن مع عبارة F يأتي زمن الماضي التام أي تأتي هاد والفعل في التصريف الثالث والعبارة الثانية ستأتي بها ود وبعدها هاف وبعدها أيضا الفعل بالتصريف الثالث إذا تصلت بي كنت سآتي هنا نلاحظ مع عبارة F جاء زمن الماضي التام جاءت هاد والفعل كولد في التصريف الثالث والعبارة الثانية جاءت بها ود وبعدها هاف وبعدها أيضا الفعل في التصريف الثالث ننتقل إلى القسم الثاني من القاعدة والذي يتحدث عن سنستخدم عبارة في الحالات الغير حقيقية إذن نستخدم هذه العبارة مع زمن الماضي أو الماضي التام لنقترح أن شيئا ما هو غير حقيقي وغير صحيح مثال على ذلك إذن هو يتحدث وكأنه خبير في هذا المجال هنا نلاحظ مع عبارة أزف جاء زمن الماضي ونلاحظ أيضا أن دائما نستخدمها مع جميع الضمائر حتى مع الضمير ثالث آخر إذن هو يتصرف وكأنه لم يغش في الامتحان ونستخدمنا عبارة أزف جاء والتي بمعنى أيضا أزف ومعها الماضي التام جاءت هاد منفية وبعدها الفعل في التصريف الثالث إذن ولتأكيد المعنى قلنا أننا نستخدم عبارة أزف أو أزف ذو مع الزمن الماضي أو الماضي التام كلاهما صحيح وذلك لنقترح أن شيئا ليس حقيقيا وليس صحيحا هنا لدينا مثال مع عبارة أزف هي تتحدث وكأنها تعرف كل شيء لكن الحقيقة أنها لا تعرف إذن هنا نتحدث عن شيء غير حقيقي وجاءت مع عبارة أزف الزمن الماضي البسيط مثال آخر هو يبدو وكأنه لم ينم لأيام هنا أيضا استخدمنا عبارة أزف ذو وجاء معها زمن الماضي التام جاءت هاد والفعل في التصريف الثالث وقلنا أيضا ملاحظة مهمة أن wear can be used instead of was in all persons أي أننا نستخدم wear بدلا من was مع جميع ضمائر الأفعال he وshe وit وthey وwe وyou وi جميعها نستخدم معها wear في الزمن الماضي لدينا هنا مثال هو يبدو وكأنه غنيا هنا نلاحظ أننا استخدمنا wear مع أن ضمير الفاعل جاء هنا إذن wear تستخدم مع جميع ضمائر الفاعل ننتقل إلى القسم الثالث من القاعدة والذي يتحدث عن أيضا سنستخدم عبارة it's high time والتي أيضا بمعنى it's about time وكلاهما يعنيان حان الوقت عندما نتحدث عن المواقف الغير حقيقية use it's high time أو it's about time plus past simple to talk express criticism that something should have happened or should already have been done إذن سنستخدم هذه العبارة مع الماضي البسيط وذلك عندما نعبر عن الانتقاد أو أن شيئا ما يجب أن يكون قد حصل أو يجب أن يحصل بالفعل لدينا هنا مثال it's high time you found a job and earned a wage إذن حان الوقت أن تجد عملا وتبدأ بكسبة راتبا it's about time you thought about the future أيضا حان الوقت أن تفكر بالمستقبل نلاحظ في هذه الجملة أن مع هذه العبارة يأتي الفعل في زمن الماضي البسيط إذن قلنا أن هذه العبارة it's time أو it's high time أيضا it's about time وتعني حان الوقت دائما يأتي معها الماضي البسيط وتتحدث عن الحالات الغير حقيقية لدينا هنا مثال it's time we went home إذن حان الوقت أن نذهب إلى المنزل نلاحظ أن الفعل جاء في الزمن الماضي it's high time you got a job أيضا حان الوقت أن تحصل على عمل it's time you had a haircut حان الوقت أي تقص شعرك it's about time we were leaving أيضا حان الوقت أن نغادر هنا لدينا أيضا تعبيران عن الانتقاد يكون بشكل أقوى إذا قلنا علي is a great talker علي يتحدث بكثرة but it's about time he did something instead of just talking أي حان الوقت أن يفعل شيئا بدلا من الحديث it's high time the children were in bed حان الوقت أن الأطفال يذهبون إلى النوم it's long after their bed time أي أنهم جلسوا فترة طويلة بعد موعد نومهم أيضا نلاحظ مع هذه العبارة مجيء الزمن الماضي البسيط هنا لدينا بعض التمارين تطبيقا على هذه القاعدة هنا المطلوب find the fib أي علينا أن نجد الخطأ في الجملة he looks as if he know the answer هو يبدو وكأنه يعرف الجواب هنا جاء الفعل بصورته الأصلية أو في زمن المضارع قلنا مع as if دائما يأتي زمن الماضي البسيط أو زمن الماضي التام إذن التصحيح سنقول he looks as if he knew the answer أو he looks as if he had known the answer السؤال الثاني it's time you tell me the truth حان الوقت أن تخبرني الحقيقة هنا قلنا مع عبارة it's time لا نقول tell إنما told me the truth السؤال الثالث if I had played better I would have win لا نقول بعد would have win إنما يأتي الفعل في التصريف الثالث إذن سنقول if I had played better I would have won وليس win إذا لعبت بشكل أفضل فإنني سوف أربح ننتقل إلى حل التمارين التي تتعلق بهذه القاعدة علينا أن نقرأ هذه المواقف وأن نتوقع كيف الأشياء ربما تتحول إلى شيء مختلف ربما تتحول إلى حل التصريف الثالث علينا أن نعد كتابة هذه المواقف باستخدام عبارة if الفرضية للزمن المضارع والماضي compare your ideas with a partner وبعد ذلك سنقارن أفكارنا مع صديقنا إذن في هذه الفقرة علينا أن نقرأ كل موقف ونستخدم معه عبارة if الفرضية قلنا أننا عندما نستخدم عبارة if فإن زمن الفعل يكون معه زمن الماضي التام أي تأتي had والفعل في التصريف الثالث والعبارة الأخرى ستأتي would وتأتي have وأيضا الفعل سيكون في التصريف الثالث الرجل الفيلادلفي زار محل الأدوات المستعملة واشترى لوحة قديمة وبداخلها كان هناك موسوعة قيمة ونادرة سنقول if a philadelphia man hadn't visited a flea market he wouldn't have purchased an old painting and he wouldn't have found a valuable and rare document number two terry horton was having a garage sale كان لدا تري هورتن مبيعات في الجاراج a local art teacher was passing and saw a painting the teacher told mr horton that the painting looked like a valuable piece of art by a very famous painter ومعلم للفنون المحلية مر على هذا الجاراج ورأى لوحة المعلم أخبرها أن اللوحة تبدو وكأنها قطعة قيمة للفن والتي قام برسمها فنان مشهور سنقول if terry horton hadn't been having a garage sale a local art teacher would not have seen the painting the teacher would not have told mrs horton that the painting looked like a valuable piece of art by a very famous painter number three terry herbert bought a metal detector he used the metal detector to search for treasure for more than 18 years terry اشترى كاشف للمعادن واستخدمها للبحث عن الكنز لأكثر من 18 عاما he didn't give up لم يستسلم he visited a friend's farm and used his metal detector on his friend's land قام بزيارة مزرعة صديقه واستخدم هذا الكاشف في أرض صديقه he found a lot of gold وجد الكثير من الذهب archaeologists and historians learned a lot about England in the fifth century as a result وعلماء الآثار والمؤرخون تعلموا الكثير عن انجلترا في القرن الخامس كنتيجة سنقول إذن ما علينا أن نعرفه أنه في عبارة if دائما يأتي معها زمن الماضي التام والعبارة الأخرى ستأتي would وبعدها have وبعدها الفعل في التصريف الثالث ننتقل إلى فقرة ب إذن علينا أن نستخدم الكلمات المساعدة لنكتب جملا جديدة باستخدام عبارة كما تعلمنا أن مع عبارة دائما يأتي الفعل بزمن الماضي البسيط وأيضا يأتي معها الفعل في زمن الماضي البسيط ولكن يمكن أيضا أن يأتي في زمن الماضي التام إذن هنا لدينا في نحن لسنا أغنياء علينا أن نستخدم هذه الكلمات وعبارة لدينا أي صرف الأموال كما لو أن إذن سنقول إذن هنا نلاحظ أن الزمن جاء ماضي بسيط مع عبارة عليك أن تتوقف عن النميمة علينا أن نستخدم سنقول إذن نلاحظ مع عبارة دائما يأتي الفعل في الزمن الماضي البسيط أنت لم ترى شيئا مخيفا علينا أن نستخدم الفعل look وعبارة as if سنقول هنا استخدمنا زمن الماضي التام ممكن أن نقول أيضا نستخدم زمن الماضي البسيط للفعل number five عادل هو ليس رجلا كبيرا علينا أن نستخدم الفعل walks وعبارة as though إذن سنقول عادل walks as though he were an old man ونستخدمنا بعده زمن الماضي البسيط ممكن أيضا أن نقول عادل walks as though he had been an old man وبقية العبارات سنقوم بحلها بنفس الطريقة هنا you're behaving as if you owned this house إذن أنت تتصرف وكأنك تمتلك هذا المنزل هنا مع as if جاء الفعل في الزمن الماضي ويمكن أيضا أن نكتبه في الزمن الماضي التام ونقول you had owned this house number seven he speaks as if he had taken lessons in public speaking هو يتحدث وكأنه يأخذ دروسا في محاضرات عامة هنا بعد آزف جاء ماضي تام ممكن أيضا أن نكتب الفعل في زمن الماضي البسيط ونقول as if he took lessons in public speaking number eight فارس is talking as though he didn't need this job فارس يتحدث وكأنه لا يحتاج هذا العمل هنا بعد as though جاء الفعل في الزمن الماضي البسيط ويمكن أيضا أن نكتبه في الزمن الماضي التام ونقول as though he hadn't needed this job number nine it's about time my brother took better care of himself هنا استخدمنا عبارة it's about time قلنا دائما يأتي معها فقط زمن الماضي البسيط ونجا الفعل في الزمن الماضي البسيط إذن حان الوقت أن يهتم أخي بنفسه number ten هي تتظاهر وكأنها لم تبدأ الإشاعة مع عبارة as though جاء الزمن الماضي البسيط ويمكن أن يأتي أيضا زمن الماضي التام ونقول as though she hadn't started the rumor نتقل إلى words connected with historical monuments إذن الكلمات التي لها علاقة بالآثار التاريخية بعض الكلمات التي نستخدمها لنتحدث عن الآثار التاريخية هي كالتالي ancient قديم anthographic هي كل ما يتحدث عن الثقافة والتقاليد للناس exquisite وتعني رائع extraordinary أيضا تعني شيء غير عادي priceless لا يقدر بثمن breathtaking مبهر legendary story tom المقبرة exhibits عرض أو معرض artifacts الآثار lost treasures الكنز المفقود museum متحف art gallery معرض الفنون monuments الآثار archaeologists أيضا الأشياء الأثرية historians المؤرخون Egyptologists علماء مصر king الملك queen الملكة فرون فرون discover يكتشف preserve يحافظ photograph صور record تسجيل search يبحث وإكزبت يعرض وreveal يكشف هذه الكلمات التي لها علاقة بالتاريخ والآثار ننتقل إلى قاعدة inversions وهو الشيء العكسي use the following expressions at the beginning of a sentence plus auxiliary plus subject to show emphasize إذن علينا أن نستخدم العبارات هذه في بداية كل جملة بالإضافة بعدها يأتي helping verb هنا auxiliary هي الأفعال المساعدة بعد الفعل المساعد سيأتي subject وهو الفاعل إذن سنعكس ما بين subject والفعل المساعد أننا نفعل انعكاس في الجملة أو عكس وهذا ما يدعى inversions ونستخدم هذه العبارة كي نعطي شدة وقوة للجملة إذن لدينا هذه الأمثلة not only did they find exquisite paintings but they also found furniture when they opened up the tomb لم يجدوا فقط لوحات رائعة لكن أيضا وجدوا أثاثا عندما فتحوا القبر إذن هنا نلاحظ أننا نستخدمنا عبارة not only بعدها جاء الفعل المساعد did وبعد الفعل المساعد جاء subject وهو ضمير الفاعل they عبارة أخرى no sooner had they decided to give up than they saw a sealed door leading to the tomb لم يكادوا يقرروا الاستسلام حتى رأوا بابا مفتوحا يؤدي إلى المقبرة هنا بعد عبارة no sooner جاء الفعل المساعد had وبعدها ضمير الفاعل they في العبارات والجمل نقول دائما they had لكن هنا باستخدام inversions نبدل ما بين الفعل المساعد وضمير الفاعل little did they know that they would find some steps buried under an ancient hut قليلا لم يعلموا هم أنه يوجد بعض الخطوات الخطوات المدفونة تحت كوخ قديم أيضا نلاحظ عبارة little جاء بعدها الفعل المساعد وبعدها ضمير الفاعل they في عبارة ال-inversions not until I heard their story did I understand the hardships they must have suffered ليس بعد أن سمعت قصتهم أنا تفهمت الصعوبات التي عانوا منها أيضا بعد عبارة not until I heard the story نلاحظ وجود الفعل المساعد وبعدها ضمير الفاعل I on no account or under no circumstances should they give up the search ليس بأي حال ولا تحت أي ظروف علينا أن نستسلم عن البحث إذن هنا أيضا بعد هذه العبارة جاءت should وهو الفعل المساعد وبعدها ضمير الفاعل they seldom have I been so lost for words نادرا ما أفقد الكلمات أيضا بعد seldom جاء have الفعل المساعد وبعدها ضمير الفاعل I never have I seen something so remarkable أبدا لم أرى أي شيء رائعا جدا بعد never جاءت have الفعل المساعد وبعدها ضمير الفاعل I إذن لنؤكد المعلومة to invert a sentence we put the adverbal for example never, rarely, not only, etc at the beginning and change the normal position of the subject and the auxiliary verb إذن كي نقوم بعكس الجملة علينا أن نضع هذه العبارات كما قلنا هذه العبارات جميعا في بداية الجمل وبعد ذلك نعكس الترتيب الصحيح للجملة الترتيب الصحيح حادثا يكون subject وبعدها helping verb أو الفعل المساعد لكننا سنعكس فيما بينهم سنضع أولا الفعل المساعد وبعده subject ومثال على ذلك not only did they arrive late but they talked throughout the film ليس فقط هم وصلوا متأخرين ولكن تحدثوا خلال الفيلم they not only arrived late but they talked throughout the film هم ليس فقط وصلوا متأخرا ولكن أيضا تحدثوا خلال الفيلم عبارة أخرى rarely do we find such talent نادرا ما نجد هذه الموهبة we rarely find such talent هنا نلاحظ بعد عبارة rarely التي جاءت في بداية الجملة جاء الفعل المساعد do وبعده subject ننتقل إلى حل فقرسي read each review of museum exhibits in a city علينا قراءة كل مرجع لعرض المتحف في المدينة complete the gaps with a vocabulary word from the chart above علينا أن نكمل الفراغات بالكلمات والمفردات الموجودة في هذا الجدول there may be one more than one possible answer for some gaps يمكن أن يكون هناك أكثر من إجابة محتملة للفراغات سنتحدث عن جدة regional museum of archaeological and ethnography المتحف جدة الإقليمي للآثار والإنثغرافي وأيضا سنتحدث عن the Egyptian Museum of Antiquities Cairo أيضا المتحف المصري للأنتيك الأشياء القديمة في مصر إذن سنجد الإجابات هنا سنقول إذن هذا المتحف يمكن إيجاده في قصر خزامة التاريخي الموجود في النزلة اليمنية جنوب جدة المباني والتي كانت في الأصل عبارة عن قصور ملكية هي شيء جدا رائع هناك كثير من الآثار من فترة العصر الحجري وأيضا الكثير من الآثار الغير عادية والتي تظهر انتشار الإسلام هناك أيضا مجموعة تاريخية وثقافية وكنوز تظهر الثقافة للمنطقة في الوقت الحديث أول جزء في المتحف كان الكنز الضائع لتوتانكمون وهو الفرعوني لمصر والذي أصبح ملكا في عمر التاسعة أو العاشرة كان هناك أقنعة ذهبية ومجوهرات رائعة وأيضا لوحات رائعة وصناديق مرصعة وأدوات أخرى أيضا رائعة الجمال القسم الثاني من المتحف أيضا يأخذك في جولة تاريخية تشتمل على آثار من السلالات القديمة للمملكة القديمة وآثار من الوقت الحالي في الغرف الأخرى يمكنك أن ترى العملات النقدية القديمة وأيضا أوراق البردي أيضا هناك قاعة للمميات المنازل والملكات الأحدى عشر والملوك ننتقل إلى فقرة علينا أن نعد كتابة الجمل في دفترنا الخاص باستخدام الكلمات الموجودة هنا بين الأقواس قلنا عند استخدام inversions سنبدأ بهذه العبارات في بداية الجملة ونبدل ما بين الفعل المساعد وضمير الفاعل نمبر ون علينا أن نستخدم circumstances وهي إذن هنا نلاحظ بعد هذه العبارة جاء الفعل المساعد وبعده ضمير الفاعل نمبر دو سلدم إذن نادرا ما أذهب أنا إلى المتاحف أو معارض الفنون هذه الأيام نلاحظ أيضا بعد عبارة سلدم جاء الفعل المساعد وبعده ضمير الفاعل نمبر ثree بالكاد أو لم يكد أحمد وعلي أن يصلوا عندما انتهى السيمينار نمبر فون ليس فقط المصريين القدامى عرفوا عن استخدامات الطبية للزيوت ولكن أيضا عرفوا عن الكحول هنا نلاحظ بعد عبارة not only جاء الفعل المساعدد وبعده الفاعل ليس بأي حال يجب عليك أن تلمسأي شيء بعد هذه العبارة جاء الفعل المساعد must وبعده ضمير الفاعل you هنا في عبارة ال-inversion علينا أن نرتبها أولا سنبدأ بال-adverbial أو الكلمات هذه وبعدها الفعل المساعد وسيكون has بعدها الفاعل وهو the boss وبعد ذلك نكمل been so upset إذن سنقول seldom has the boss been so upset عبارة أخرى أيضا سنبدأ بال-seldom وبعدها الفعل المساعد has بعدها ضمير الفاعل she وبعدها الفعل في التصريف الثالث taken وبعدها نكمل العبارة a day of work إذن seldom has she taken a day of work وبعد أن انتهيت من شرح القاعدة سنقوم بحل ورقة الأستاذ يوسف اليزيدي كتطبيقا للقاعدة إذن هنا علينا أن نختار الإجابة الصحيحة هنا جاء ماضي تام مع if بعدها سيأتي I would هاف والتصريف الثالث للفعل number two he acted as if قلنا مع as if يأتي ماضي بسيط أو ماضي تام he دائما أو أي ضمير فاعل يأتي معها where في الزمن الماضي قلنا لا نقول was إنما where مع جميع ضمائر الفاعل number three she looks as though she أيضا قلنا بعد as though يأتي ماضي بسيط أو ماضي تام هنا جاءت she had في الزمن الماضي number four it's high time we cleaned up this mess and organized the house قلنا بعد عبارة it's high time يأتي دائما زمن الماضي number five not until the sun set did they reach their destination ليس حتى غياب الشمس هم سيصلون إلى وجهتهم هنا اخترنا not until لأنها هي المناسبة لمعنى الجملة وهنا نلاحظ يوجد inversion جاءت did وبعدها ضمير الفاعل they ننتقل إلى number six no sooner had he arrived home then the phone started ringing أيضا بعد عبارة no sooner يأتي inversion نبدأ بالفعل المساعد وبعده ضمير الفاعل he ننتقل إلى do as shown between brackets افعل ما يطلب منك بين الأقواس المطلوبة الأول correct علينا أن نصحح الخطأ الموجود في الجملة if she not miss the rain she would have arrived on time هنا عبارة if قلنا ما عبارة if يأتي زمن الماضي التام أي تأتي had سننفي had لوجود not ونقول hadn't و miss تصبح في التصريف الثالث missed number two المطلوب rearrange علينا أن نوع الترتيب هذه الجملة it's for they they're rude about time وأبولوجيز سنبدأ العبارة ب it's about time أي حان الوقت they apologized for their rude حان الوقت أن يعتذروا لتصرفهم السيء number three المطلوب invert the sentence علينا أن نعكس الجملة I seldom see people reading newspapers أنا نادرا ما أرى الناس يقرؤون الجريدة سنبدأ العبارة بسلدم ونأتي بفعل مساعد هنا لأن الفعل في زمن المضارع البسيط وضمير الفاعل جاء I إذن الفعل المساعد المناسب هو do سنقول سنبدأ العبارة بسلدم do I see people reading newspapers النقل computers що أي أتوق 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 how